يسجل الليل ستاره على مدينة عدن خلال أيام العيد ليلفها بأجواء فرائحية وكرنفالية بهيجة يتغنى فيها الزائرون والأهالي بأمسيات تحتضنها المتنفسات والحدائق العامة التي يتوافد إليها الصغار والكبار للاحتفاء وقضاء أجمل الأوقات عيدكم مباركوا كل عام وأنتم بخير وصحر وعافية إن شاء الله ينعاد عليكم معواما يا رب العيد في عدن صراحة غير واليوم أني أشارك في منتقى الدبل ماسي بحفل تالث يوم العيد وما شاء الله الأقوى حلوة والناس مليان من كل المحافظات كل المناطق وإن شاء الله ربنا يعيدوا على نعوان بالصحة والعافية والتقدم وتطوّف في البلاد هذه العيد صراحة سنة حلوة صراحة من رغم أن العيد الذي أقس سنة الأولى كان مشاكل وأمراض وأوباء وحاجة زي كذا لكن الحمد لله دي السنة حسنا بفرحة العيد وزي من أنت شايف شفت الفرحة العيد كيف الحمد لله والله لك الحمد يعني لحسن أوضع في عدن أتحسنت الأفضل والأفضل كثير كثير ليل عدن ليس كنهارها بخاصة بليالي أيام العيد الصاخبة الموسيقى والأغاني والرقصات الشعبية تسمع في مختلف الأرجاء والمتنزهات والحدائق والملاهي والمنتجعات تكتض بمن فيها من الوافدين والزائرين الذين يحيون ليالي المدينة بالأنس والابتهاج نحضر الحفلات والمناسبات والعياد في أكثر من منتزهات وأكثر من حفلات وأكثر من منتزهات وأكثر من أماكن وأكثر من سواحل وأشكر خاص لكل من يساهم على هذا الحفل والله لحنا اليوم أسعد يوم بعدا بهذا العيد بدي السنة خصوصيا أشي أقول لك حاجة رائعة ومن تتعوضش بالصراحة مع توخرجنا وفرحنا مجلس سنة الأولى أفتهم لك نحيي الشعب كامل عدن وشمالها وغرق كامل واليوم الصراحة أشي أقول لك زحمة زحمة وهنا فرحانين عدن وخلال أيام العيد باتت بالحلة التي تليق بها وتوفرت فيها مقاومات ترتقي لأن تكون جاذبة للاستثمار وهذا جاء بعد جهود كبيرة قامت بها السلطات لخلق بيئة آمنة ومناسبة خلال العيد وما بعده ليدخلها الجميع بسلام آمنين ومقيمين ومتنزهين صالح حنش ألغد المشرق عدم